النتائج أو إعلان النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء عدد المراكز 31 مركز وعدد المحطات 73 محطة عدد المسجلين 24274 عدد المقترعين 6453 نسبة المقترعين 22% عدد المرشحين حسب الفئات الفئة العامة 5 فئة ذوي الإعاقة من الثوار 5 وفئة المرأة 3 الفئة العامة الأول قائمة التاج عدد الأصوات 2738 صوت الثاني قائمة البئر عدد الأصوات 1354 صوت الثالث قائمة المستقبل عدد الأصوات 1212 صوت الرابع قائمة الهدهد عدد الأصوات 680 صوت والخامس قائمة النماء عدد الأصوات 235 صوت أما فئة المرأة الأول حميدة سالم عبدالقادر أبو زويدة عدد الأصوات 1986 صوت والثاني سعاد علي محمد حبيبي عدد الأصوات 1785 صوت والثالث رقية محمد الصغير محمد أبو زيد عدد الأصوات 1428 صوت أما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار الأول خالد محمد علي بريدان عدد الأصوات 1862 صوت والثاني عبدالعاطي حسن دريدر 1312 صوت والثالث رمضان العربي علي بروين عدد الأصوات 824 صوت والرابع محسن حسن محمد بن ضو عدد الأصوات 808 صوت والخامس أحمد محمد العربي أحمد السويح 571 صوت هذه كانت النتائج المبدئية للمجلس البلدي تاجوراء أما فيما يخص النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي صبراته عدد المراكز 22 مركز وعدد المحطات 66 عدد المسجلين 24540 وعدد المقترئين 6942 نسبة المشاركة 28% عدد المرشحين حسب الفئات الفئة العامة 12 وفئة ذوي الإعاقة من الثوار 4 وفئة المرأة 5 الفئة العامة الأول قائمة النخلة عدد الأصوات 956 صوت والثاني قائمة الزيتونة عدد الأصوات 930 صوت والثالث قائمة الميزان عدد الأصوات 776 صوت والرابع قائمة مدينتي عدد الأصوات 766 صوت وقائمة الساعة عدد الأصوات 583 صوت والسادس قائمة الإعمار عدد الأصوات 534 صوت والثامن قائمة لم الشمل عدد الأصوات 533 صوت وقائمة الثامن قائمة القلم عدد الأصوات 451 صوت والتاسع قائمة الشمعة عدد الأصوات 409 صوت والعاشر قائمة مضلة المستقبل عدد الأصوات 367 صوت والحادي عشر قائمة الشعل عدد الأصوات 193 صوت والأخير قائمة الفرسان عدد الأصوات 189 صوت أما فئة المرأة الأول ربيعة خليفة علي الغرياني عدد الأصوات 1946 صوت والثاني الصالحة علي عمر الكرشودي عدد الأصوات 1765 صوت والثالث خولة عز الدين عبدالله بلاعو عدد الأصوات 1005 صوت والرابع مسعودة محمد أحمد خليفة عدد الأصوات 638 صوت والخامس نعيمة علي محمد المنتصر كرير عدد الأصوات 395 صوت في الذوي لعاقة من الثوار الأول محمد فرج محمد جمل عدد الأصوات 2444 صوت والثاني بدر الدين فرحات علي الخطابي عدد الأصوات 1348 صوت والثالث عصام إبراهيم علي كرير عدد الأصوات 899 صوت والرابع محمد أحمد رضا السائح أبو القاسم عدد الأصوات 698 صوت هذه كانت النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي كذلك صبراته نفتح باب الطعون خلال 72 ساعة 48 ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع